بات التوتر سيد المشهد في السويداء ما انتهدأ المدينة حتى تشعل من جديد والفاعل عصابات تتبع لقوات النظام والتي أصبحت سلاحاً نظامي في المدينة وهي من فكت تروع المدنيين إذ أصبحت مسؤولة عن ترويج المخدرات وعمليات الخطف والسرقة لتصل في بعض الأحيان حد القتل عاشت السويداء أمس ليلة متوترة إثر قيام مجموعة تابعة للأمن العسكري يتزعمها المدعو راجف الحوط باختطاف ثلاثة مدنيين على الأقل بسبب خلافات شخصية بينه وبين زعيم حركة قوى مكافحة الإرهاب سامر الحكيم وبحسب مصادر محلية فإن مجموعة مسلحة محلية تطلق على نفسها اسم غيارة لقرية وجميع أفرادها من بلدة لقرية أعلنت عن استنفار عناصرها وإعطاء مهلة ساعة واحدة فقط لمجموعة راجف الحوط حتى يطلق سراح أحد المختطفين المدعو محمد العبدالله وذكرت المصادر أن غيارة لقرية حذروا في حال عدم تجاوب فالحوط أنها ستستهدف منزله ببلدة عتيل بقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة وقذائف الاربيجي كما هددوا باستهداف عناصره في فرع الأمن العسكري بالسويداء والفروع التي تعمل معه إلا أن عملية التفاوض على تبادل المخطوفين بين الراجف الحوط وقوة مكافحة الإرهاب تعثرت بعد وصول خبر وفاة الشاب إحسان العبدالله وهو أخ لأحد المختطفين ليسمع بعدها الأهالي دوية انفجارات وأصوات قذائف صاروخية على مزرعة تعود لأحد أفراد عصابة فالحوط